مصر وطن عظيم والله بلد عظيمة تتسع للكل ما عدا جماعات الاخل الارابية مصر تتسع للجميع عدا كل من تلوست اهديم بالدم دول مش معانا ومحدش يسمح لهم يبقوا معانا ولا حد يسمح لهم يبقوا معانا على الاطلاق وده منهج تاني بقول منهج واضح لكن خلينا قبل مندخل في التفاصيل والشهادات لانه كمان عندنا النهاردة هنحاول ناخد الاخبار السريعة دولة رئيس الوزراء النهاردة عمل زيارة مهمة ودايما هو ده الشغل رئيس الوزراء النهاردة الرسائل ايه هي في العشر من رمضان زار خمس مصانع رئيس الوزراء اتكلم على الصناعة هو ده الموضوع هي دي تأوم البلد بالصناعة تأوم مصر بالصناعة قلاص كفاية الصراط صنع في بلدنا ننتج في بلدنا النهاردة راح لمصانع يدوب لسه من سنة وحدة الارض من سنة النهاردة بدأوا يشتغلوا بدأوا النهاردة يصنعوا ويتكلم على ايه على شركات صينية عملاقة هاير الصينية واحدة من اكبر شركات في العالم مجمع هاير الصناعي في العشر من رمضان استثمارات كبيرة جدا وعاية طبعا مهانسة أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وحسام هيبة رئيس تنفيذ الهاية العامة للإستثمار والمناطق الحرة عامل رئيس الوزراء النهاردة دكتور مصانع يدبوري هذه الجولة مصنع أو مجمع هاير هاير النهاردة بتتكلم على اجهزة منزلية بتتكلم على علامة تجارية هي الاولى في العالم موجودة عندك النهاردة في العشر من رمضان اخذوا رخصة زهبية وبدأوا يشتغلوا وتبدأ تشتغل النهاردة وتشوف الاجهزة المنزلية اللي موجودة والتصنيع والانتاج المحلي والصنع في مصر المجمع ده طبعا نتكلم على آآآآ ألاف العمالة المصرية اللي هي بتشتغل طبعا عندهم حاليا استثمارات بتتجاوز 135 مليون دولار استثمار أجنابي مباشر استثمار من الخارج تمويل من الخارج نتكلم على مراحل مختلفة إنتاج كبير جدا سنوان أكتر مليون وحدة طاقة في السنة أكتر مليون وحدة شكرا